فإذا أحباء نستطيع أن نستدل أن المسيح هو الله لأنه فعلا من خلال التعبير حقق انتصار أبدي لأنه إلو السلطان والسيادة المطلقة كرب وهذا اللي منشوفه في صفحات العهد الجديد يسوع بعد ما أكمل الفداء وعندما ظهر للتلاميذ يعني على أحد جبال الجليل فتقدم وقال لهم دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم فإذن قيامة المسيح كانت الختم كانت تصريح النهائي المصداقية على كل تصريحات المسيح وعلى كل كلمات المسيح أنه الرب وأنه يحق له هذا السلطان بأن يرسل التلاميذ أن يعملوا هذا الأمور يتلمذ جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والإبن والروح القدس وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به ها أنا معكم لاحظ الكلام بيحكي للتلاميذ بعد القيامة ها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر إلى انقضاء الدهر من يستطيع أن يقول هذه الكلمات ومن يستطيع أن يرسل غير الله له كل المجد اسمع ما يقول الكتاب بالحقيقة كلمة رب في العهد الجديد موجودة ستمية وخمسين مرة هذا اللقب للرب يسوع مرات أحيانا الرب معناه كمان السيد مثل لما بولوس بيتكلم عن السادة والعبيد لما بيحث العبيد أنه يطيعوا السادة وطبعا في أفسوس يقول أيها السادة قدموا للعبيد العدل والمسواعالمين أن لكم أنتم أيضا سيدا في السماوات في كلوسة أربعة وكمان بتعني مش بس سيد بتعني رب والكلمة العبرية أدون أدوناي والكلمة اليونانية كيريوس بتعني رب أو سيد أو كما يطلق في الأرامية رباي يعني يا معلم وتطلق هذا اللقب يطلق على الاسم الشخصي للإله يهوى يهوى في اللغة العبري فقال الله لموسى أهيى الذي أهيى وقال هكذا تقول لبني إسرائيل أهيى أرسلني إليكم وقال الله أيضا لموسى هكذا تقول لبني إسرائيل يهوى إله آبائكم إله إبراهيم إله إصحاق وإله يعقوب أرسلني إليكم هذا اسمي إلى الأبد وهذا ذكري إلى دور فدور خروج إصحاح 3 والآية 14 والآية 15 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر